مجبرة لا مخيرة أقدمت على إجراء عملية قص المعدة أجرتها ثم توفيت بعدها زينة ذو 27 عاما كانت تعاني من انزلاق غضروفي وأجبرت على هذه العملية قبل معالجة الانزلاق لتقليص وزنها الذي زاد جراء الأدوية لكنها توفيت نتيجة خطأ من الطبيب بحسب قول والدها سوينا عملية قص المعدة علاجية الغرض إجراء العملية الظهرها راجع الدكتور للعيادة سوى التحريل والفحوصات كاملة قال صررها عملية ولم يكن هناك أي شكال بيها يوم واحدة أربعة سونا عملية ومثلين أربعة بالعشرة بالليل إلا ربع جاء الدكتور قال سوينا عملية ثانية دكتور ليه سوي العملية ثانية قال كنت قبل عملية وجاي يسرب مواد من المعدة على الجسم وهو اللي جاي يخليه أعطي حالات الاختناق وجاي يسعد للقلبة فظلت معاناة بتي من واحد أربعة لغاية 18 ستة اللي هو يوم وفاته هي نفس المعاناة كرار هو الابن الوحيد لزينة يهون جده عليه واجع فقدان أمه ذلك الواجع الذي يجعل عائلتها تصر على محاسبة الطبيب كما يقولون ويقولون أيضا أن بعض الأطباء أكدوا لهم أن هناك خطأ في العملية دكتور المقيمة ودكتور الأخ راجعته قال نشبت الهودروكيتزون بدن مرتفع حين شون إجراتها عملية هذا فعلى اثنين أطباء هم اللي قالوا خطأ بالعملية نحن نطلب من وزارة الصحة وزارة الصحة تدخل بهذا الموضوع محاقبة الدكتور الجراحي اللي يجعل عملية لحين ما يثبت القرار إن شاء الله ما طب العدل قانونيا وعشائريا نريد محاقبة الدكتور اللي يجعل عملية بدتنا راحة مظلومة بدتنا خطأ الدكتور قتلها يعني موقع متعمد بس غلط من عدة ها هي قائمة ضحايا المتوفين جراء عملية قص المعدة يضاف لها اسم جديد تلك القائمة التي سجل فيها ضحايا لأخطاء أو مضاعفات أما حالة زينة فينتظر تقرير الطب العدلي الذي سيكشف حقيقة وفاتها من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر